زين أنت معقولة معقولة دولة دولة تعلن رسمياً أنها قامت بشكوى في مجلس الأمن ثم نسأل المسؤول عن مجلس الأمن يقول إعراق لم يقدمي شكوى فضيحة هاي يعني مهزلة زين ليش قلتوا خب قولوا إحنا ما قدمنا أي والله لا مهزلة هذا يدللك على أن هناك تشتت خطير تشتت لو أكو سيطرة إيرانية يعني حتى الشكوى اللي هي من حق العراق سيطرة إيرانية موجودة على كثير من الدول الأخرى بل زين لكن ما كوي تشتت يعني حزب الله اللبناني يعمل ليلة نهاري ويقوي موقعه في الدولة ليزيد من نوابه ليزيد من تأثيره في الدولة اللبنانية ليؤثر على القرار يتحالف مع المسيحيين يتحالف مع الأرمن يتحالف مع القوى الأخرى حتى يصير عنده إغضابية بهذه الطريقة يعني هو يريد يصير جزء من الدولة حزب الله اللبناني ما يريد ينقض الدولة يريد يسيطر على الدولة هذولهم سيطرين على الدولة جايتهم على طبق من فضة لأمال يصول بعد كل شيء يتحالف مع تحفظ؟